اعتاد الأطفال في أغلب مدن المحافظة أن يجعل الأفرع والأزقة متنفساً لهم بدلاً من الحدائق والمتنزهات وشاء القدر أن يخطف روح الطفل علي مرتضى بصعقه من أحد أعمدة الكهرباء بالقروي من منزلهم الطفل علي مرتضى أي بيتهم هذا الباب هذا والتيال اللي بصفة فعله عمر سنوات وطلع بالباب وينما طلعك تشلب بالتيال كظه يعني كظه ما لحقه على المستشفى ما وصل يعني طلع التيل بضارب الواير الرئيسي واير الرئيس هم دائرة الكهرباء هنا موجودة قريبة على المنطقة يعان المنطقة كلت عانى منها يعني هس هذا عندك تيل ثاني قد من علي شهر كامل يراجعون شهر كامل يوم يقول له عندنا دوام نص دوام ما عندنا مدرشتون آخر شي جابوا لهم التيل خلوا التيل بالشارع بقى هذا التيل بالشارع لما المنطقة حفرت ولما وجابوا حصوا واسمينتوا وغيره وهم النصبوا التيل المنطقة ومو الكهرباء على الرغم من المطالبات والمناشدات المتكررة من قبل أهالي منطقة التضحية وسط مدينة الناصرية لدائرة الكهرباء عن شبكة الأعمدة المتهالكة في هذه المنطقة دون جدوى حتى وصل الحال بهم بتنصيب الأعمدة الآيلة للسقوط بأيديهم عنا بهم على هذا التيل وذاك التيل وذاك ثلاثة يول واحد من أتنى الشهر كامل إحنا قاعدين ببطن الدارة مع الكهرباء حفرناها بدينا وجبناهم سميته وجبناهم حصوا يعني أن غير كلنا عليهم لا هم لا ثلاثة يعني أحلى حفرناها بدينا وهي تالي ما حفرناها نواي وقاعدنا هنا وراها بسبوع إلا جابوا التيل وهس التيل هذا لما يتوفى الولد إلا إجوا حفره التيل ذاك شادينها بخشباء معاناة الكهرباء شوف هذا التيل لقبالك وووش برمضان طاع كل شتشي طلعوا يجووا بالليل وووش المغربية رحناه بقنا أبوها التيل رح يطيح إيش قالوا قالوا هان حسنا رح نطلع لكم إجووا شافوا قالوا ما صلت شارة جبنانا حبل شديتها على بيتها على الستارة خش يديتها على بيتها على الستارة غير من الشدة غير يكونوا يجوون صباح يأخذون جرائع قالوا ها باشر ما عندنا كادر اليوم نص دوام اليوم عطلة اليوم مدري شين مسؤول الدائرة ما موجود طالع مدري شين أصبح كابوس الموت لا يفارق العراقيين بسبب الإهمال من قبل الدوائر المعنية في ذيقار حتى أصبح عامود الكهرباء هو الآخر شريكا بخطف الأرواح لقناة دجل الفضائية راسم كريم الناصرية موسيقى